نظمت صباح اليوم وزارة الثروة الحيوانية والإمتاج الحيواني عبر مركز مراقبة جودة المواد الغذائية ورشة تدريبية حول تحليل السمق العربي والحصول على النوعية الجيدة ترأس المناسبة الأمين العامل وزارة الثروة الحيوانية دكتور جبرين كرامو وكان وقت تجارة المناسبة بمقر مركز مراقبة جودة المواد الغذائية التفاصيل لدى مريم أطراهيم أرده لتعريف العاملين في قطاع السمق العربي بالفنون والآليات الحديثة التي تسمح لهم بتقديم منتج ذات نوعية عالية إلى الخارج وفي هذا الصدد جاءت هذه الورشة التدريبية حول تحليل السمق العربي وتوعية العاملين حول طرق تحصيل السمق ومن هذا المنوال المدير العام للمركز توجي ماجي دعت المشاركين للاستفادة قدر الإمكان مما يتلقونه من معلومات في هذه الورشة التي تم تمويلها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أما رئيس المنظمة التشادية لتطوير السمق العربي أشار إلى أن هناك دول أخرى منتجة للسمق العربي كدولة السودان لذا فإن التشاد والسودان ستتحدان معا لكي يكون السمق معروفا عالميا وبدوره الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني دكتور جبرين كيرام قال بأن المساهمة الكبيرة التي يلعبها السمق العربي في دعم التجارة المحلية وتنمية العالم الريفي ومحاربة الفقر فإن الوزارة قد أطلقت مشروع حول تنمية وتطوير وتجارة إنتاج السمق العربي من 27 يناير 2014 نذكر بأنه بعد إكمال هذه الدورة التدريبية سيتم افتتاح معمل يقوم بإنتاج السمق العربي وذلك لرؤية ما هي جودة السمق الاتشادي وتصديره للعالم ترجمة نانسي قنقر